ننتقل الآن إلى موسكو حيث يعقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن هذا المؤتمر الصحفي وتاريخ هذا اللقاء وإذا كنت معدوضا أنا سوف أتمكن من عدم الكشف عن هذه المعلومات اليوم في هذا المكان لكي يكون في يوم الغد كل من الكربلين والبيت الأبيض القيام بالكشف عن هذا الإعلان ويجب القول أيضا أنني مصرور بأنني استخلالت الفرصة اليوم للإلتقاء برئيس إضحاد الفيفا الكورنية لكي نبدأ مسبقا مناقشة المسائل المتعلقة بتنظيم مكاسر العالم لكورة القدم عام 2026 في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكنابيا والمسيك والآن نساكم سعيدا لأن أجيب عن أسئلتكم سيركي بريلوف تفضلوا بالمكروفون السيد بولتان مرحبا لكم سيركي بريلوف تفضلوا بالمكروفون سيركي بريلوف تفضلوا بالمكروفون هناك الكثير من المتحدة والمكروفون في الوصف ما يمكنك تفضلوا بالمكروفون سيركي بريلوف تفضلوا بالمكروفون سيركي بريلوف تفضلوا بالمكروفون سيد بولتون أنا أريد أن أرسم بعض المقارنات مع عالم كورة القدم فأنا وثق من أنكم قد حزلتم على تشيرة الدخول المتكررة لروس التحدي لكي تنظموا مثل تلك اللقات وإذا كنا نتحدث عن كورة القدم فهناك الكثير من ركلات الجزاء والمخالفات في العلاقات الدولية فإن حياة الحكم يجب أن تحدث تلك الركلات ولكن المسألة تكمن في أنه في حين نحن نتحرك إلى المستقبل ما الذي يمكن أن يحول دون تحسين علاقاتنا في المستقبل إذا كنا ننظر إلى المجالات المحتملة للتعاون البني بين الدولتين فإن الرئيسين طول ترامب وفلاديمير بوتين يعتقد أننا يجب أن نناقش مختلف القضايا المشتركة ونكشف عن مجالات التعاون الاحتمالية لأنه من المهم أن نطور على علاقة الثنية بين روسيا الاتحادية والوليات المتحدة وهذا أيضا يؤثر إيجابيا على الاستقرار في كل العالم وليس من غير المعقول أن هناك مثل تركيات على أعلى المستوى في سنوات أخرى ممثلوا المملكة المتحدة وبريطانيا والمانيا واليونان وإيطاليا ونمسا كانوا يلتقون برئيس دونالد ترامب على المستوى الثنائي الأعلى وأيضا الكثير من الزعماء الأرمبيين يلتقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلذلك نلاعتبر ذلك أمرا خير معقول كهذا اللقاء وهذا الحوار شكرا للمشاهدة 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 سيكون معاهم لأيهم يأتي تساعد المهمة من المهمة. لكن لا تنظر أن نظر جداً سيسميح أقل بعد سوريا وثنان من سوريا. أعتقد أنه يدعنا بعد سوريا لم يعد بها بسوريا مع هذه المهمة أن يدعونهم لأيهم التعامل بكل سوريا في هذا الوضع المهمة أن يضعوا في المهمة أو في المعامل المهمة. ونحن نررق في السورة الوضع بعد سوريا. نحن اليوم كنا نناقش مختلف تلك القضايا ولكننا قمنا بمناقشتها في إطار نعام ونحن نستعد إلى تنظيم القيمة على أعلى المستوى بين الرئيسين فعند هذا اللقاء تبعا سوف يناقشان وسوف يطرحان هذه الموضيع التي يعتبرانها في غاية الأهمية بنسبة لدولتيهما فنحن لا نتوقع نتائج ملموسة من هذه القيمة بسبب أنه خلال فترة طويلة لم يكن هناك أي لقاء أو أي قيمة رسمية بين الزعمين الأمريكي والروسي فلذلك هذا سيكون بمثابة اللقاء الأول منذ هذه الفترة يمكن أن يكون في إطار واحد لواحد أو في إطار موسع ومهما يكون من القرارات سوف نعمل على التقدم بتلك القرارات ترجمة نانسي قنقر